ده اضاف عشان حماية اجتماعية للناس الاقل اللي مش فاقية الناس القرط اللي انا بعمل احكيه وعمل اقول اختصاد وعمل الراجل الغلبان اللي عنده مراد بيش ما ليش دعب الكلام اللي انا بقوله هو عايز يروح يجيب حت الجبنة والفول والفلافل وغير وعايز يعيش ريال ويدفع المدارس وهو عارف انه فيه ازم لكن هو مش قادر فالدولة كمان هتعمل ايه الدولة قالت لا دول اهم دول اهم بياخدوا 250 ولا 230 ولا 42 مليار الرئيس شوية قراط قال انزود 500 هيبقى كام؟ 530 529 سبعة من عشرة بالزبط يا دكتور معيتي انا ما جاتش على 300 مليون احطوه يعني الدعم والحماية تمانينة واربعين وتسعة من عشرة في المية بيعملوا 529 سبعة من عشرة يعني قول 530 الموازنة اللي هي بتنقش في الموازنة الموازنة بتاعت الدعم الدعم ده عندنا حاجتين دعم طاقة ودعم غزاء وحياة كريق اسمها اه مشروع اه تكافل وكرام تكافل وكرام المشروعات دي عشان انا اساعد الناس اللي ظروفها صعبة كان خمسمية تسعة وشي خمسمية وتلاتين يعني قدي ربع الموازنة يا جماعة ربع موازنة البلد دي من البلد دي برضو ما عنداش قوي خلاص ربع الموازنة فده ده قلب بكلمك الاول ما انا شايف اهلينا كلنا جماعة واحنا عدين يعني خلقة ما اهلينا كلنا شايفين الاسعار بيخش بيجيبك اه لا الدنيا كده اتخط الاسعار مش هتكالف القصة دلوقتي لكن الدكتور معيد بيقول يا جماعة الصورة ليست سوداء عمل تقرير النهاردة وطلعوا بيانة وزارة المالية خلاصتوا الصورة ليست سوداء ده اللي بيقوله الدكتور معيد ازاي يا عم يا عم قولي قولي الله يخليك باللي ريق قالي عندنا صدرات زادت خلال الستة شهور دول النص الاولاني من السنة الاربع شهور احنا في شارة خمسة يا اربع شهور فاتو اتناشر وتسعة من عشرة مليار دولار صدرات غير نفطية غير غازة صدرات ايه غير نفطية غير غازة يعني احنا زدنا معدل قدي يا ابراهيم الزيادة قدي ايه كان في المية الزيادة كان في المية دي مهمة جدا جدا لأ مهم جدا نعرف الزيادة يا جماعة دي ايه شوفوها يا ابراهيم الزيادة معدل الصدرات زادت بنسبة شوفوها يا ابراهيم اتناشر لا اقول تلتاشر مليار احنا عايزين نوصل للمية بس الان سوف كنا خمسة واربعين عملنا في الاربع شهور ولا التلت شهور دول اتناشر وتسعة من عشرة طيب السياحة الحمد لله يا رب زيد وبارك يا رب وحفظنا يا رب يا رب حفظنا يا رب والسياحة دي قد تكون هي المنقذ لنا سبعة وتلتة من عشرة مليار زادت بنسبة خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين في المية يعني الربع قليل قليل على احلامنا بس حل والقدات ده معايد بيقول يا جماعة انتم منكدين نفسكم ايه الصورة صعبة لكنها ليست فاتمة وليست سوداء كما يروج البعض والغوغئي كام يا ابراهيم سبعة وتلتة من عشرة ده السياحة سبعة وتلتة من عشرة مليار دولار يا ابراهيم تبتأخر قوي انا بقول لك نسبة الزيادة في الصدرات كام في المية عندنا من قناة سويس اربعة مليار دولار سبعتاشر منها زيادة يعني قناة سويس زيادة الصدرات زيادة السياحة زيادة يعني بقول لك رغم كل اللي بيحصل عندي زيادة في الصدرات عندي زيادة في قناة سويس عندي زيادة في السياحة ونسب واضحة وارقام معلنة يا جماعة شايفيني يا جماعة يعني انا عندي تلت تلت بنوت بس اعرفهم وانا بقولهم لك وروح ادور الوردة الصدرات زادت غير نفطية. غير الغاز والبتروف. زادت وصلت لتناشر وتنسى من عشرة مليار دولار. والسياحة وصلت سبعة وتلاتة من عشرة مليار دولار. وخلان سويس دغلت في اربعة مليار دولار. اهو اتناشر وسبعة ساعتاشر. اول اربعة وعشرين مليار دولار. في اربع شهور للتلات بنود دهو. يعني احنا مش دولة واقعة يعني لماغزة يعني تعبنين اه ومزنوئين اه وعلى لديون اه وبنعمل اه وبنجر اه بس مش هنقع. اقع حد يفرح فيك. والله ما حد يفرح فيه. والله ما حد يفرح فيه. البلد دي ان شاء الله. طيب. الفائد الاولي واحد وثلاثة من عشرة في المية. الدعم قلت لكم ثمان وربعين في المية زيادة. احتياط النقد الاجنابي عندنا في البنك المركزي البعض تلاتين ومس. فالدكتور معي تبقول لها جماعة ما تقلق. ما تقلقوش. يعني الوضع مش سوداوي رغم تصنيف فتش وفتش قال انه في زيادة في صدرات الغاز وفي كزا وفي كزا وفي كزا لم ينتبق لها الناس. يبقى بسرعة عجبني جدا تحرك وزارة المالية ردد وانا عاملين عاملة. هو انا العاصي بقى اطحاف. انا تصنيف فرنسا نزل اول امبارا. يوم يوم الاتنين اللي فات. نزل فرنسا. ودي تركيا. ودي بينقب افريقيا. ودي بلجيك. ودي امريكيا. يا جماعة. النبى ابراهيم والنبى الله يخليك. هاتلي تاني النيورك تايمز وهي بتقول على الست وزيرة المالية الامريكية بتصرخ. بتصوت. بتشد في شعرها. الحقوني. مش هيبقى عندي فلوس. اهو. اهو يا جماعة. قدام حضراتك اهو. هو انا ليه? ليه جبت دي بعد معي. بعد معي. انا اقتصاد امريكا يدي يا جماعة. انا اقتصاد ادي. ده انا لما اخزعني. يعني. احنا فين هم فين? احنا فين هم فين في امريكا يا جماعة. ورغم ذلك عندهم ازمة. احنا فينه. فرنسا فرنسا. الناتج المحلي الاجمالي بتاعها تلاتة تريليون دولار. اد الناتج المحلي الاجمالي لقارد افريقيا كلها مجتمعة. فرنسا بس. فرنسا عندها ازمة تصنيف اقتماني. فرنسا عندها ازمة تصنيف اقتماني. بلجيك عندها ازمة تصنيف اقتماني. مش معناها ان احنا قاعدين بقى ان انا بقولك التحديات عميقة وكتيرة ومقلمة وصعبة لكنها ليست مصرية. دي موجودة في كل مكان في العالم بنسب متفاوت. وهو يقدر امريكا. هو امريكا هيحصل ايه? امريكا على فكرة هيوفق لهم في الكونجرس ويزود الوحادي ماشي. ما اكبر اكبر مدين في العالم امريكا. كل ده مش فاعل. بس انا انا عايز اوصل لك. العالم مش في حالة رفاهية او حالة يعني في حال الدول الوحيدة اللي حالة رفاهية دلوقتي مبسوطة الدول المنتجة اللي بتقوله لغات. اللي هي يعني الدول الخليج وروسيا بشوف حرب روسيا بس بستفيد عندها فلوس قد كده. الدول اللي منتجة للغاز والنفط هم اللي بيجنوا ثمار. الباقي كله تعبان. واحنا بالناس التعبان. بنحاول ومش نايمين وبنتحرك وبنشتغل بنعمل حوار وطني بنعمل ازرع ارض بنعمل مصانع بنعمل طرق مش واقفين وبناخد كل شوية اشعات وكلام ومشاكل وهنقع وهنفلش مش هندفع ولحق ويطلع كل شوية احد يتكلم واحد يدرى بتصريع ونعاوه بتصريع وتطلع القناة اللي تتكلم. ننتبه يا جماعة.